أهلاً بكم، لنقول أن لدينا مسار في مستوى x-y وهو دائرة الوحدة إذن هذا هو محور y وهذا محور x والمسار سوف يكون دائرة الوحدة سوف يكون دائرة الوحدة وسوف نقوم بعكسه هكذا سوف نقوم بعكسه مع عقارب الساعة مع عقارب الساعة أعتقد أنكم حصلتم على الفكرة ومعادلته هي دائرة الوحدة إذن المعادلة لهذا هي x تربيع زائد y تربيع تساوي 1 بنصف قطر يساوي 1 وما نحن مهتمون به هو التكامل الخط خلال هذا المنحنى c إنه منحنى c مغلق إنه منحنى c مغلق إنه في هذا الاتجاه إذن سنحاول استخدام نظرية green ولم لا إذن لنحاول إذن هذا هو المسار نظرية green تخبرنا أن التكامل لمنحنى ما التكامل لمنحنى ما دعوني أكتب هذا بدقة أكثر بحيث أن هذا التكامل يساوي التكامل الضعفي التكامل الضعفي خلال المنطقة هذه ستكون المنطقة تحت المعادلة في هذا المثال خلال المنطقة الجزئية لq بالنسبة لي x ناقص الجزء لb بالنسبة لي y كل هذا d a الفرق في المساحة وبالطبع المنطقة هي التي وضحتها لكم الآن لبما تتذكرون أو لا تتذكرون حسنا هناك شيء رقيق في هذا الذي سيعطينا الجواب الخطأ في التسجيل السابق قلنا أن نظرية green تطبق عندما نتحرك عكس عقارب الساعة لاحظوا بالرغم من هذا الشيء البسيط في التكامل إلا أنه عكس عقارب الساعة في هذا المثال المنحنى يتحرك مع عقارب الساعة المنطقة إلى اليمين نظرية green تطبق عندما تكون المنطقة إلى اليسار المنطقة إلى اليسار region to lift إذن في هذه الحالة عندما تكون المنطقة إلى اليمين إذن هذه عكس عقارب الساعة counterclockwise إذن في هذا المثال الذي لدينا عندما نتحرك مع عقارب الساعة المنطقة تكون إلى اليمين ونظرية green ستكون سالب هذا إذن في المثال الذي لدينا سيكون لدينا تكامل C وسنتحرك باتجاه عقارب الساعة إذن ربما سأرسم هذا هكذا هذه FDR هذا سوف يساوي التكامل الضعفي خلال المنطقة يمكننا مبادلة هذين الجزء P بالنسبة لي Y ناقص الجزء Q بالنسبة لي X ضرب DA ضرب DA إذن اللي نقم بهذا إذن هذا سوف يساوي في هذا المثال التكامل خلال المنطقة دعونا فقط نحتفظ به مجرد حاليا يمكننا البدء بضبط الحدود لكن دعونا فقط نحتفظ بالمنطقة مجردة وما هو الجزء P بالنسبة لي دعونا نتذكر هذا هنا أعتقد يمكننا إدراك هذا إذا أخذنا FDR سوف نحصل على هذا DR مشتركة بين هذين وF مشتركة بين هذين إذن هذه PXY ثم هذه QXY وقد رأيناها لا أريد الخوض في كل DR مرة أخرى أعتقد يمكنكم رؤية أن هذا هو ضرب قياسي لمتجهين هذا متجه X لF ومتجه Y لF هذا متجه X لDR ومتجه Y لDR إذن دعونا نأخذ الجزء P بالنسبة لي نأخذ مشتقة هذا بالنسبة لي نحصل على 2 مشتقة 2Y هي 2 إذن نحصل على 2 ثم ناقص مشتقة Q بالنسبة لي مشتقة هذا بالنسبة لي X هي سالب 3 إذن سوف نحصل على سالب 3 وكل هذا DA وهذا يساوي التكامل خلال المنطقة ما هذا؟ إنه 2 ناقص سالب 3 إذن هذا هو نفس الشيء مثل 2 زائد 3 إذن إنه التكامل خلال المنطقة من 5DA إن 5 هي فقط ثابت لذا يمكننا إخراجها خارج التكامل إذن هذا سوف يتحول إلى تكامل بسيط إذن هذا سوف يصبح 5 ضرب التكامل الضعفي خلال المنطقة RDA الآن ما هذا الشيء؟ ما هذا الشيء هنا؟ إنه يبدو مجرد تماماً لكن يمكننا حله هذا فقط المساحة للمنطقة هذا ما يمثله التكامل الضعفي علينا فقط أن نجمع كل هذا الDA هذه ADA يمكننا أخذ المجموع المنتهي لهذه الDA خلال المنطقة حسناً ما هي المساحة لدائرة الوحدة هنا؟ هنا فقط قمنا بتقسيم الدرجة التاسعة في الواقع هذا ما قبل الجبر أو في المدرسة الهندسية المساحة تساوي Pi R تربيع ما هو نصف القطر؟ إذن دائرة الوحدة نصف القطر هو واحد الطول واحد إذن المساحة هنا هي Pi إذن هذا الشيء هنا كل هذا الشيء يساوي Pi إذن جواب التكامل هو فقط 5Pi الذي يعد مباشر جداً أعني يمكننا أخذ مشكلة ضبط التكامل بحيث نأخذ المشتقة العكسية بالنسبة لي Y أولاً وكتابة Y تساوي سالب الجذر التربيعي لواحد ناقص X تربيع Y تساوي موجب الجذر التربيعي عندما X تنتقل من سالب واحد إلى واحد لكن هذا سيكون متفرع جداً وعلينا أن ندرك هذه فقط المساحة والشيء الآخر الممتع هو أنا أتحداكم بحله نفس التكامل بدون استخدام نظرية Green كما تعلمون عندما تجدون العوامل لهذا المنحنى بالسير في ذلك الاتجاه أخذ المشتقات لX تي وY تي والضرب بشيء مناسب ثم أخذ المشتقة العكسية طريقة متفرعة أكثر من استخدام نظرية Green للحصول على 5P وأتذكروا أن السبب في أنها ليست سارب 5P هنا هذا لأننا في اتجاه عقارب الساعة إذا كنا في اتجاه عكس عقارب الساعة عندها يمكننا تطبيق نظرية Green المباشرة نحصل على سارب 5P على أي حال أتمنى أن تكونوا قد وجدتم هذا مفيداً إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر